دايما الشيعي لما نيجي نتكلم في مسألة المهدي على طول يذكر سيدنا الخضر ويذكر سيدنا عيسى فتعالوا نعمل مقارنة بين سيدنا الخضر وسيدنا المهدي وسيدنا عيسى الخضر كان ليه وظيفة على عهد سيدنا موسى وأداها طيب بعد ما أداها حنتماشى معهم ونقول لهم يا جماعة الخير هو للسحية هو لسه حي إلى الآن وممكن يبع حي إلى يوم القيامة ولكن ما هي الفائدة التي استفدناها أو الذي اتفادها الناس منذ سيدنا موسى بوجود الخضر إلى يوم القيامة يعني وجود حياة سيدنا الخضر لو هو حي لو هو حي وجوده أفدنا بإيه من بعد القصة بتاعة سورة الكهف فدنا بإيه فد قوم موسى بعد قصة سورة الكهف بإيه يعني فدهم بإيه إيه هي الفائدة ما فيش فائدة طيب تاني إيه يختص بسيدنا الخضر الأصل في الإنسان إلى الموت الأصل في الإنسان أنه يموت يبقى الأصل في الإنسان نركزه يا إخوان الأصل في الإنسان إيه؟ الموت طب واحد قال لك ده حي يبقى إذن هو الذي وجب عليه الدليل بأن يأتيه نبي أنه حي يعني واحد يجي لك شيء كده يقول لك إيه إثبت لي أن الخضر مات أقول له كل إنسان إلى الموت إلا أن تثبت لي أنت أنه حي لأنك أنت الذي تخالف إيه؟ القاعدة الأصلية أن الإنسان إلى إيه؟ إلى الموت يبقى أنت لما تخالف القاعدة يبقى أنت الذي تطالب بدليل وليس نحن أنت الذي تطالب بدليل وليس نحن طيب نذهب إلى سيدنا عيسى عليه السلام الله عز وجل قال بل رفعه الله إليه يعني الله عز وجل عيسى سيدنا عيسى عند الله عز وجل طيب جميل أول طيب برضو لو أن عيسى في الأرض ولم نستفد بينه بشيء يبقى برضو في النهاية ما استفدناش بينه بشيء طيب هو الآن عند الله عز وجل طيب هو عند الله عز وجل جميل طيب برضو استفدنا منه بإيه؟ ما استفدناش لكن لما سيدنا عيسى ينزل في آخر الزمان هنا تأتي الاستفادة يبقى هو إيه؟ بعد عناء طويل فصر الماء بالماء فسيدنا الخضر لنستفد منه شيء لو كان حياً وسيدنا عيسى في السماء وليس في الأرض حتى نستفيد منه ولا أي شيء يبقى في الآخر إيه؟ ييجي واحد تاني يقولك إيه؟ غيبة المهدي كغيبة أصحاب الكهف طيب أصحاب الكهف عندما كانوا في الكهف استفدنا منه إيه؟ ما استفدناش منهم حاجة غيبة المهدي كغيبة سيدنا يوسف في الجب طيب برضو إحنا استفدنا إيه من سيدنا يوسف وهو في الجب أقص هو لم تنقطع عنه الإمامة وهو في الجب يا عم أنت بتتكلم عن الجب اللي لعد فيه يوم أو يومين حتى بتمثله بواحد ألف وثلتمائة سنة طيب هل كان سيدنا يوسف وهو في الجب بإماما؟ لا طبعا مين هيتم بيه هو في الجب أساسا؟ ولم يكن نبيا أساسا لسه لكن القصة طويلة أي مبررات أي محشف أي حل الشيع بيخطف من هنا وخطف من هنا وخطف من هنا عشان يبرر الموقف الضعيف اللي هو فيه ولكن يا أخوانا غياب المهدي ده قصة مكذوبة قصة مخترعة لأنه أساسا لم يولد وعلى فكرة ما فيش حاجة اسمها تنشر إمام ولا الحسن العسكري إمام ولا الكاظم إمام أيهم نعم هم لو افترضنا إما في العلم ماشي لكن ما فيش حاجة اسمها أنه هم مرتبين كده هم أخدوا نمازج من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس يعملوهم رقم 12 نمازج من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعملوهم رقم 12 فقط لا غير عشان تبقوا فاهمين لكن هم بالترتيب اللي حطينه الشيعة والله هايها تأيات وإلا في الأخير يضربوا وكمان فيه نقطة مهمة جدا يقولك إيه لما تيجي تسأله عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فين هي يقولك علي رضي الله عنه عليه السلام نستعيد به عن أحاديث النبي يعني علم النبي عند علي يبقى جميل يبقى خلاص نركن علم النبي صلى الله عليه وسلم نحطه على الرفه ناخد علم علي طيب أين علم علي بعد ما مات المفروض أن ينتقل علم علي بن أبي طالب ينتقل للحسن والحسين والحسن والحسين إمامان خلاص إمامان ولكن لازم يبقى فيهم واحد صامت واحد متكلم طيب الحسن هو اللي كان متكلم هل الحسن نقل علم أبيه في الكتب الشيعية لا لا طيب ليه منتوا استعطوا أساسا بعلم علي عن علم النبي يعني قلتوا مش لازم أحاديث عن النبي واكفينا أحاديث عن علي طب ما نفس القاعدة نطبقها مع الحسن والحسين المفروض نستعيد بعلم علي لأن علم علي انتقل للحسن والحسين يبقى المفروض علم الحسن والحسين نلاقيهم في الكتب ما لهنا همش خلاص يبقى اللي بعدهم إيه علي بن الحسين يبقى نستعيد بعلم الحسن العسكري عن من قبله العشرة طب هو فين علم الحسن الحسن العسكري بحر ما فيش تلاقي أكتر روايات موجودة عن سيدنا جعفر رضي الله عنه أرضاه لأنه بالفعل كان إماما عالما يعني كان إماما في العلم زي الإمام محمد بن حنبل إلى آخره تمام إماما في العلم تمام فلذلك هو الأحاديث عنه كتير لكن هل هو إمام في المنظومة الإثنى عشر والله العظيم ولا يعرف عنه حج ولا يعرف عنه حج ده الظرارة ما كانش يعرف الظرارة اللي كان مقرب من الإمام ما كانش يعرف محمد بن حنفيا ما كانش يعرف يقولك ان محمد بن الحنفية اتشاكل مع الحسين او الحسن تريبا اتشاكل مع الحسن على الامامة فراحوا للحجر الاسود حتى يحتكم بينهم يعني تخيلوا المفروض للحسن ومحمد بن الحنفية احتكموا للحجر الاسود حتى يحكم بينهم في مسألة الامام بطيخ بطيخ كله بطيخ